السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يا ترى يحدث في الهند؟ تعاني الهند الآن من أزمة عنيفة هي أزمة كورونا إصابات تتجاوز 350 ألف إصابة يومية نفاذ في الخشب لإحراق الجثث الجثث في الشوارع الأغنياء يهربون من البلاد ويفرون الجزيرة كتبت كورونا الهند تواصل تحطيم الأرقام القياسية في عدد الإصابات العربية نيوز كتبت محارق الجثث في الهند تعاني من ضغط زيادة وفيات كورونا سينان كورونا في الهند حصيلة يومية قياسية للإصابات وجسر جوي خارجي لنقل الأكسجين وهذه الصورة المرعبة نشرتها وكالة رويترز الأنباء وهم يحرقون الجثث العربية سكاي نيوز الهند كورونا تبتلع مدنا وبحث مضن عن مقابر هناك جائحة عظيمة في الهند الموجة الثانية من كورونا حطمت الهند بابنوويها وبأسلحتها لا يرطي تقول أغنياء الهند يهربون بعد انتشار وباء كورونا لعل العديد منكم تابع هذه الأمور عبر وسائل الإعلام لكن لماذا أهتم أنا بهذا الموضوع وأخصص له حلقة خاصة؟ الجواب دفاعا عن الإسلام والمسلمين قد تستغربون من هذا الجواب لكن الأمر كذلك حق لكم أن تستغربوا لأن ما سأقوله الآن لم يهتم به الإعلام في العام الماضي العكومة الهندية حرضت على المسلمين واتهمتهم بنشر فيروس كورونا بل ومنعتهم من دخول المستشفيات ويسألون عن ديانتهم إذا أصيبوا بكورونا قبل دخولهم إلى المستشفى هذه صورة مسؤول هندي يقول إن الباع المسلمين يبسقون على الخضروات ويساهمون في نشر فيروس كورونا لأنهم مصابون به اسمعوا ماذا يقول يتهم المسلمين واستغلوا الظرف ليقاطعوا المسلمين ويحرضون على عدم البيع والشراء معهم هذا الكلام كان بتاريخ 20 ماي في السنة الماضية أي 2020 وأنتم تعلمون ماذا يقع للمسلمين بالهند وفي دول آسيا هم أقليات فقد أبيحت أعراضهم ونهبت أموالهم وسفيكت دماؤهم كتبت الحرة في الثالث عشر من أبريل من السنة الماضية بعد اتهام الحكومة لهم بنشر كورونا أي المسلمين هجمات معاذية على المسلمين في الهند DW بتاريخ 15-5-2020 تقول الهند المسلمون يواجهون من جديد وصمة نشر كورونا والعجيب أن رئيس الوزراء الهندوسي بتاريخ مارس الماضي 2021 قال إن الهند انتهت من كورونا ونحن استثناء أي أنهم قضوا على كورونا وانتهوا منها لكن يذهب العجب عندما تعرفون لماذا قال هذا الكلام قالوا حتى يحتفل الهندوس بمهرجان هولي الشركي المقدس عند الهندوس ويوافق هذا المهرجان أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس من كل سنة وهم بالفعل احتفلوا الجزيرة تكتب هندوس يحتفلون ويتجاهلون كورونا احتفالا بهولي وذلك بتاريخ 24 مارس 2021 أي شهر وأكثر بقليل شاهدوا الصور لا كمامات لا تباع اجتماعي لا احتياطات احترازية فكورونا حسب زعم رئيس المزراء انتهت لم يكتفوا بمهرجان هولي فقط بل هم يعشقون المهرجانات والاحتفالات والشركيات وفي أوج الجائحة احتفلوا بمهرجان آخر تكتب بي بي سي في الثاني عشر من أبريل من هذه السنة 2021 فيروس كورونا ملايين الهندوس يحتشدون في نهر الغانج المقدس لدى الهندوس رغم الموجة الثانية احتشد الملايين من الهندوس في هذا النهر الذي يسمى نهر الغانج المقدس عندهم على الرغم من موجة كورونا الثانية التي تججاح الهند وكذلك في مهرجان يسمى كومبا ميا كورو نيوز في تاريخ 23 مارس 2021 تكتب آلاف الهنود يشاركون في احتفالات مهرجان هولي للألوان دون احترام تدابير الوقاية من جائحة كورونا اخوة الاسلام الاعلام العالمي لا يتحدث عن خرافات وشركيات الهندوس وتعنث ساستهم للاحتفال بمهرجاناتهم الشركية ولا يتحدث عن ما يلاقيه المسلمون من اضطهادات وتعنيف وتنكيل وتقتيل وتبكيت وقهر واتهامهم بأنهم وراء كل شر يصيب الهند إنه الكيل بمكيالين والعداء للإسلام وأهله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا آية لقوم يعلمون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين